الضغط الإعلامي والتعاطف الشعبي يرجعان القضاء إلى حضن الإنسانية بحرقة قلب ودمعة حزينة يطالب نعيم غزال بعودة رفيقة دربه خديجة فقد سائم العيشة وحيداً لليوم الرابع على التوالي فمن كانت تؤنس وحدته تنام على كرسين في السجن بسبب مخالفة لم ترتكبها على الرغم من حاجتها إلى عناية خاصة بسبب مرض سرطان الدم الذي تعانيه إضافة إلى أعوامها الثمانية والسبعين اليوم بدأت أطلع مرضي من الحبس لأن الحبس هذا كله زل حطينه هاك إذا الدولة تقبل أنه هاك الشعب ينظلم هذا شيء تاني صار نحن هاك سيادية عراسها ما بحكيها كلمة تزعيلة إذا ياخدونيها من البات لأني ياخدوني أني موتوني أني تركوها لهي ما بدي أتركوها حين هاك أنا هذه هي المخالفة التي ارتكبها أولاد خديجة معللين السبب بضيق الغرفة التي يسكن فيها أبواهم التي تفتقدوا إلى التهوئة إذا نحن خالفنا نحن ما عنا مشكلة من نتحمل نتيجة المخالفة بس ماما شودة خالفة كبيرة بكرة عندها علاج كمية وبكرة عندها جلسة لازم تاخد جلستها ما فعلته القاضية قد يكون مخالفة أكبر من مخالفة البناء فاحتجاز خديجة كان لعدم وجود أحد من أبنائها ومن باب الضغط عليهم لتسليم أنفسهم لكن هذا العمل أدى إلى انقلاب السحر على الساحر فبعد التقرير الذي عرضته الجديد ومتابعتها للقضية حصلت حملة تعاطف شعبية ورسمية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع خديجة أدت إلى اتخاذ قرار بإطلاق سراحها من القاضي المنفرد الجزائف النبطي محمد عبدو ووافق على الإطلاق المحام العام الاستئنافي نديم الناشف ستعود خديجة إلى أسرتها وسيطوى هذا الملف لكن من يحاسب من خالف قوانين الإنسانية أم أن القضاء على الفقير أصبح قدرا؟ ترجمة نانسي قنقر